أول بناية بتتسمى باسمي جوال ماردينيان تفتتح جوال بلازا في إيربيد وكل شي معوادين أنه أنا أقدمه موجود هون تحت سقف واحد واحد من ثلاثة هيك احتفلت جوال ماردينيان بافتتح جوال بلازا في مدينة إيربيد في الأردن وساعدتها كانت واضحة بها المناسبة أول بناية بتتسمى باسمي في كلينيكا جوال ميزون دو جوال نحن موجودين فيه في جوال سبا وموف كلابي اللي هو جيم ما بنا بكمله للسيدات حتى يهتموا برشاقتهم جمالهم يعني كيش بخص الجمال وكل شي معوادين أنه أنا أقدمه موجود هون تحت سقف واحد وهل نجاح اللي عم بتحققه كان سبب تأثرها الكبير اللي ترجمته من خلال دموعها خلال إلقاءها كلمة ودموع جوال غنيين اليوم على كل حدا لتعرفوا أداء بتحقف الأردن بدنا نعطيها سقف تشجعي كبير إلى جوال اللي دموعها ما بيوقفه فالواضح أنه المملكة الأردنية وشعبها إلهم معزة خاصة بقلب جوال خاصة أنها اختارت افتتاحها المركز بعد ما كانت سبق ونجحت في مدينة عمان فشو سرها الحب؟ ما بعرف ما بعرف أنا سحرتوني أول مرة جيت على الأردن ما بعرف شو صار يعني ما صار شي هو بس أنه حبيت البلد كثير لأنه ما كد متوقع أثنين يمكنه أنه بشبهها كثير للبنان صراحة يعني المطاعم كل شي كل شي عندكم ريحت لخيار بكفي ريحت لخيار والفويكل من كلها هون كل شي بحب الأردن ما بعرف بيجي لهون عاجت حتى هالزيارة صرت هيك عندي أنرجية مش طبيعية والشعب الأردني بيبادلها نفس الشعور وهالشي شفنا بالخضور الكبير كما وعبرت عنه زين كارزون اللي كانت من المدعوين أبدأ أحكي لها جوال كل التوفيق أنا جوال شخصيا كثير بحبها ومن أوائل الناس اللي كانت سابورت لإلها لما فتح صالون بالأردن كثير حلق أنه اليوم فتحوا فرع تاني بإرباد لها كل التوفيق إن شاء الله أنه يكون يعني هذا المكان لكل صبيب تحتاج أي إشي بدهيار رح تلاقيه إن شاء الله بفرع الإرباد نورت الأردن منحبك كثير وأهلا وسهلا فيك بلدك الثاني وأكيد إطلالة جوال المميزة حمل التوقيع صالونها بالشعر والميكوب أما فستانها الرويل فمن تصميم مروانا خالد كوتور هل أكيد شعر وميكوب ميزون دو جوال الرباد والفستان من مروانا خالد كوتور هني أصحابي وأنا صالي زمين بالبسلون تصميمون بكل إفتتاح أنا عندي ضروري يلبس من مروانا خالد يعني لو واحد يجب إذا ما وقف مع أصحابه مين بيوقف معهن سو أنا الله بعطول بيعملوا لقشة مميزة وهيدا تصمم خصيصا لهيدا الإفنت